اتخارت عليكي؟ لا خالص انا اللي جيت بدري عشان اقرأت بلاحظ ان قلصت نص الكتاب اه هو حلو قوي كان عندك حق في صراحة وبعدين اول مرة اقرأ كتاب احس انه فهمني قوي كده من جوا فهمك قوي ازاي؟ فهمني يعني كل كلمة كده كدناها علي اه اوكي طيب عموما لو حبيتي اجيبلك باي كتب الراجل ده ممكن اجيبها لك كلها ياريت والله ايه اللي ياريت؟ انت ما صدقتي ولا يا عمو هعزمك على انت او هعزمك على شيء لا طيب ما هتعزم بقى هتعزم على عشا ولا حاجة؟ ماشي استغلال باستغلال بقى ما عنديش مشكلة تهيالي كده عدى وقت مناسب ولا ايه؟ اه يا دوب نطلب اكل انا جوعت خلاص ايه اللي بيت الاكل كفاية يموت هتعمل لي هاي الكلمية؟ ايوه وبعدين انا حاسة ان انا الانا قوي من موضوع ال اللي انا يوه بقى اللي انا مفي حاجة اوه؟ لا 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 مفيش اي حاجة اوه احنا كنا منقول ايه؟ كنا منتكلم على المشروع وانك قال انا اه اه ليه بقى الان المشروع؟ يعني ليه بقى؟ طيب ووضح ان في حاجة انا مش هصيبك تتكلمي بس لو عايز تتكلمي انا موجود مش عايزك تضليم الدايب بص هو انا ممكن احكيلك عادي يعني هقولك هقولك الشخص ده ايه كنت مديله مساحة كبيرة قوي في حياتي وازاني عارف انا السنية المكالمة دي قد ايه السنيةها كتير جدا كنت نفسي عارف هو عمل كده ليه فيها ليه موضوعنا انتهى بالطريقة ديه؟ طيب لو انت عندك اسئلة لسه بتسأليها ما تردي عليه؟ لا لا ارد عليه لو هو فرق معي بس هو فعلا مش فرق معي خالص عارف لما وجع ويكون راح فجأة انا كنت جوية الوجع ده وراح بس انا كنت هبلى بصراحة يعني بدتلي واحد يعني مساحة كبيرة وهو اصلا ما يستهلش لما انت حطها في المنطقة دي ما تقفلي بقى اي باب ممكن يدخلك منه وخلاص ايوه صح يعني اعمله بلوك بقى على انستجرام وفيسبوك والحاجات دي كلها ايوه زبط تويتر لا انا ما عنديش تويتر وواتساب ماشي اعمله بلوك اعميه بلوك بزبط وريبورت ريبورت ايه عميه بلوك ماشي اعمله بلوك ماشي ايوه عشان ما عودش بقى يبعتلي ولي هاي عملا ايه وحشتيني اعمل ايه بزبط عشان جوه التلزيق ده ومحبوش اللي ايه؟ جوه التلزيق ومحبوش اه اه احنا نقفل على الماضي كده خلينا مع بعض كده اتكلم ايوه بزبط كده اشترك دلوقتي وتفرج على كل اللي نفسك فيه واتشت ما تخليش حاجة تفوتك منصفح ترجمة نانسي قنقر شكرا